السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة علي بروتاك في ناس كتير بعد ما بيجي لها تحديث جديد للتطبيقات الاساسية زي تطبيق الهاتف او تطبيق جهات الاتصال بيتفاجئوا ان الشكل تغير تماما واللي بيكون احيانا مش مريح ليهم او مش متعودين عليه وبصراحة فيه مستخدمين مش بيحبوا التغيير وعايزين يفضلوا على الشكل القديم اللي متعودين عليه علشان كده في الفيديو ده هوريكم خطوة بخطوة ازاي ترجعوا الشكل القديم بمنتهى السهولة وكمان تمنعوا التحديث التلقائي عشان ما يتسبب شي تاني من نفسه اولا الرجوع للشكل القديم في تطبيق الهاتف او لوحة الاتصال روح على ايكونة الاتصال او لوحة الاتصال اللي موجودة عندك على الموبايل دوس عليها ضغطة مطولة بالشكل ده هتظهر لك مجموعة خيارات اختار منها معلومات التطبيق دلوقتي هيظهر لك ادادات التطبيق هنا هتلاقي خيار اسمه او الغاء تثبيت التحديثات في بعض الهواتف الخيار بيظهر على طول وفيه هواتف تانية لازم تضغط الاول على السلاس نقاط فوق وبعدين تلاقي خيار الغاء تثبيت التحديثات لو ما لقيتش الخيار ده دوس بدلا منه على مسح البيانات او مسح بيانات التطبيق بعد ما تدوس على الغاء التحديثات هيطلب منك تأكيد دوس على حسنا او موافق وبكده تكون رجعت الشكل القديم لتطبيق الهاتف ثانيا الرجوع للشكل القديم في تطبيق جهات الاتصال اول حاجة افتح قائمة التطبيقات عندك ودور على ايقونة جهات الاتصال دوس عليها برضو ضغطة مطولة اختار معلومات التطبيق وطبعا نفس الخطوات اللي فاتت دوس على الغاء تثبيت التحديثات وبعدين اضغط على حسنا وكده خلاص رجع معنا الشكل القديم لجهات الاتصال ثالثا منع التحديث التلقائي عشان ميرجعش تاني من نفسه الخطوة دي مهمة جدا ليه علشان بعد ما عملنا كل اللي فات لو سبنا التحديث التلقائي شغال اول ما بيجي التحديث جديد هيرجع يركب تاني والتطبيق ياخد الشكل الجديد طيب نمنع الكلام ده ازاي اول حاجة افتح متجر جوجل بلاي بعد كده دوس على صورة حسابك او صورة الجميل اللي فوق بعدها اختار ادارة التطبيقات والاجهزة بعدين اختار ادارة هتظهر لك كل التطبيقات المثبتة على جهازك تأكد انك مختار هنا هذا الجهاز دلوقتي يدور على تطبيق جهات الاتصال واضغط عليه دوس على سلاس نقاط فوق هتلاقي عنده خيار تفعيل التحديث التلقائي متعلم عليه صح كل اللي عليك انك تشيل العلامة دي ارجع للقائمة ودور على تطبيق الهاتف وقرر نفس الخطوات شيل العلامة من التحديث التلقائي وبكده انت اللي هتتحكم في التحديث بنفسك لو حابب ترجعه تاني في اي وقت تقدر تفعل التحديث او تحدث التطبيق من جديد بدون اي مشكلة وزي ما واضح امام حضراتكم دلوقتي رجعنا الشكل القديم بدون اي مشكلة الفكرة كلها انك تكون متحكم في جهازك ومش مقبر على استخدام تحديث انت مش حبه او مش متعود عليه لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل الشروحات الجديدة من قناة علي بروتك اكتب لي تحت في التعليقات هل بتحب تستخدم الشكل القديم ولا بتحب التحديثات الجديدة وكمان اذا وجهت اي مشكلة اكتب لي في التعليقات وهرد عليكم ان شاء الله يتم حلها كان معكم علي من قناة علي بروتك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته